السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يارب تكونوا بالف خير وصحة وسلامة انتوا كل حبيبكم ويارب دايما متقدمين ومتطورين في مشاريع تربية الطيور بتاعتكم ويارب نكون بنعرف على قناة الطيور فوق السطح نقدم ليكم اي معلومات جديدة او خبرات جديدة نتجع عن الاحتكاك بالطيور احنا دايما بنقول وبنعيد في الفكرة دي فكرة انك عمرك ما هتتعلم ابدا بالمعلومات النظرية المعلومات النظرية ممكن تطبقها وبعد ما تطبقها التطبيق هو اللي هيعلمك مش المعلومة يعني في ناس كتير عندها معلومات نظرية لكنها في ارض الواقع مش بتعرف تتصرف او تعمل اي خطوات انتجية وفعالية على ارض الواقع تخليهم متقدمين في اي مجال من المجالات ومجال تربية الطيور من المجالات المهمة جدا اللي بتعتمد على الفكرة دي فكرة انك لازم تجرب بنفسك وتعرف بنفسك اثر كل حاجة على الطيور بتاعتك ومن الحاجات المهمة اللي لاها علاقة في فيديو النهاردة فكرة المرأبة المرأبة هي من اهم الحاجات اللي بتساعدك على فهم الطيور بتاعتك لانك لو مش فهمها مش هتعرف تتعامل معاها مش هتعرف تفهم هي محتاجين النهاردة هنتكلم عن الترئيد وعن البط اللي مش بيرضى يرقد واسباب فكرة ان البط بتاعك مش بيرضى يرقد على البيض بتاعه او على اي بيد انت ممكن تحطه تحته علشان تعرف ايه هي الاسباب مستنيك بس تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصل لك كل الفيديوهات الجديدة اول باول ويلا بينا نعرف اسرار واسباب عدم رؤاد البط على البيت بتاعه طبيعة البط عموما في عملية الترئيد ان هي بتتعود على مكاننا المكان ده هي مش بتتعود عليه من نفسها لان البط مش بيعرف من نفسه يكون المكان اللي يرقد فيه او يبيد فيه يعني هو ممكن لو هيبيد يبيد في اي ركن ولا حاجة في العشة كده لكنه لما ييجي يرقد مش هيعرف يكون تبنه ورملة ويعمل مكان صالح لي عملية الترئيد مش زي مثلا الحمام الحمام بنسبة ما بيبدأ لوحده عملية الترئيد وبتلاقيه بيجمع قش من هنا على تبني من هنا على ورق من هنا وبتلاقيه لوحده بيجمع وبيجهز المكان بتاع الترئيد فاسده علشان هو يعرف ان ده مكان البيض ويستشف ويستدل على المكان من خلال البيضة اللي احنا حطنا او الحجر البيضوي بنعمل عملية التعويض دي من بداية عمر البط احنا اللي بنحدد من البداية التعويض هو اهم نقطة وهو اللي بيحدد بعد كده المكان اللي هيحصل فيه عملية الترئيد ممكن بعد كده تغير المكان ده ممكن تعمل مكان تاني وتعود البط عليه وتعمل تحويضها تانية بتبنو رملة وممكن تعمل ده كله لكن انت مثلا محتاج دلوقتي تعمل عملية الترئيد في مكان ما هتحدد المكان ده انت حددته خلاص فهتحط فيه تبنو الرملة وهتخلي البط يستقر بس ما تنقلش البط اثناء عملية الترئيد وهنتكلم ده دلوقتي بالتفصيل هنقول ليه هنقول ده لما هنتكلم عن اسباب عدم ذهاب البطة او ان البطة ترؤد على البيت بتاعها انواع البطة عموما احنا عارفين ان فيه بغالي ومولر والبغالي والمولر دول للتسمين ولما بيبيضوا احنا بناخد البيت وبنعمل عملية الترئيد في فقاسة لان طبعا هو مش بيرؤد على البيت بتاعه اما البلدي بقى والسوداني فهو ده موضوعنا النهار ده البلدي والسوداني دول خصصوا اصلا لعملية الترئيد وهما بيرؤدوا على البيت بتاعهم لكن لو انت عندك بطة من البط البلدي او السوداني مش بترؤد يعني شذة عن القطيع بتاعها ومش بترؤد على البيت بتاعها ايه بقى اسباب الموضوع ده وازاي ممكن نحلها اول سبب في المشكلة دي التغيير المفاجئ للمكان وده قلناه في اول الفيديو انه لما نيجي نغير المكان اللي بترؤد فيه البطة التغيير المفاجئ ده بيعمل عندها ازعاج وبيعمل عندها مشاكل كتيرة جدا وبيخليها ما تعرفش ترؤد زي ما تقول كده هي تعودت على ان هي بترؤد على البيت ده او شوية البيت اللي بضيتهم دول او حتى البيت اللي انت جابهم بره في المكان الفلاني هي تعودت على ده خلاص هتغير المكان هي مش هتروح ترؤد هتطلق بط يعني هيحصل مشكلة مها ممكن بعد كده لو فيه بيت تاني بعد ما البيت ده يفقس بيت تاني ممكن تغير المكان وتدخلها في مكان تاني وتقفل عليها وتعودها على مكان تاني مش مشكلة انما بعد ما البيت الاولاني يفقس والبيت التاني برضو ما ينفعش تغير المكان اثناء عملية الترقيد لازم يفقس البيت ولما تجيب بيت جديد ممكن تغير المكان وهكذا ده اول سبب بيخلي عملية الترقيد تفسد وبيخلي البطة ما تروحش للبيض بنفسها تاني سبب ازعاج الناس اللي بتروح للبطة او بتدخل عليها او الناس الغريبة اللي ممكن تدخل على البطة البطة بتتعود على الناس اللي بتربيها وبتجيب لها الاكل وبتحوط لها التحويتها بتاعت البيض وبتتعود على الناس اللي بتتعامل معها لو الناس دي كانت غريبة او مزعجة باي شكل من الاشكال او حواليها اي كائنات مزعجة البطة ممكن تسيب البيض وعملية الترقيد تفسد وتحصل فيها مشاكل ويتعطل الترقيد وما نلاقيش بعد كده البيض فقسه وممكن تلحقه بعد كده فقاسه او ما تلحقهش ومن الاسباب برضو هي ان البطة يجي لها بيض جديد يعني يكون فيها عنقود جديد عنقود جديد ببيض جديد وعايزة تبيض البيض الجديد وتسيب عملية الترقيد ده تلاحظوا ازاي بقى تلاحظوا لما تلاقي ان البطة شهيتها مفتوحة اثناء عملية الترقيد لو هي شهيتها مفتوحة وعايزة تاكل كتير وتتناول طعام كتير فده دليل على انها جواها عنقود جديد من البيض بيخليها عندها شهية كبيرة جدا مفتوحة وده بيخليها تسيب عملية الترقيد وبتسيب البيض اللي هي رقد عليه مرة واثنين وثلاثة بشكل متكرر لانها مهتمة بالبيض الجديد اللي جواها ومهتمة بتكوين عنقود جديد من البيض وبرضو من الاسباب اللي بتعطل عملية الترقيد وجود دكر مع البطة في المكان اللي هي قاعدة فيه طبعا احنا عارفين ان هي عملية التكسير لما بتحصل بين الدكر والنتاية ده ممكن يعطل النتاية بس لو ده مش هيعطل يعني وده طبيعي ممكن كمان يساعدها ويزود خصوبتها ده لو مش هيعطل من ناحية التكسير هيعطل من ناحية الانشغال يعني وجود الدكر هيشغلها بشكل كبير جدا عن رعاية البيض بتاعها وان هي ترقيد عليه وبرضو من الاسباب وجود قوارد او حشرات واحنا عارفين كلنا ان القوارد او الحشرات ممكن تدخل تدايق البطة وممكن تدخل تاكل البيض او تكسره او تقذيب اي شكل من الاشكال وهي طبعا هتدافع عن البيض ده وممكن تكسره يعني الاسباب بتتلخص في عملية الاستقرار لازم تكون البطة مستقرة على البيض بتاعها وما فيش اي حاجة بتزعجها سواء تغير مكان او ناس بتدخل عليها جديدة او ناس مزعجة بتدخل عليها او ان هي عندها عنقود جديد وعايز يعني يتكون ويبقى فيه بيد او وجود الدكر بيشغلها باي شكل من اشكال او وجود قوارد او حشرات دي كل الاسباب اللي احنا لازم نتلاشاها علشان نخلي عملية الترقيد تتم بشكل سليم بتنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في قناة طيور فوق السطح وتفعل زر الجرس على حتى توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول ونشوفكم على الف خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته